بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعث أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعث حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعث اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعث كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعث أولدته من غيري وآتيته البينات وأيته بروح القدوس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولألا يزول الحق عن مقره ويقلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبت سيدا من خلقت وصفوتا من اصطفيتا وأفضلا من اجتبيتا وأكرم من اعتمتا قدمته على أنبياءك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقه ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائي والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدقين من أهليه وجعلت له ولهم أول بيتين وضعا للناس لالذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه من كنت مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولي من والاه وعادي من عاداه وانصور من نصره واخذول من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده مع حلالا وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمة فقال أنا مدينة العين وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووعرفي لحمك من لحمه ودمك من دمه وسلمك سلمه وحربك حربي والإيمان والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوم حولي في الجنة وهم جيرانين ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمام وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العراب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوتي وأكبت على منابذتي حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبعوا أشقى الأولين لم يمتفى الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقتين مجتمعة على قطيعة رحمين وإقصائي والدين إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعدا وهو العزيز الحكيم فعلى العطائبين من أهل بيت محمد وعليم صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكم وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدمو وليصرخ الصارخون ويضج الطاجون ويعج العاجون أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين أبناء الحسن؟ صالحون بعد صالح وصادقون بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العين؟ أين بقية الله؟ التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلم؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنة؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريع؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود؟ أين محيي معالم الدين وأهل؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعسيان والطغي؟ أين حاصد فروع الغي والشقوق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهوام؟ أين قاطع وحبائل الكذب والإفتراف؟ أين مبيد العتات والمرد؟ أين مستأصل أهل العناد؟ والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء؟ أين معز الأولياء؟ أين معز الأولياء؟ أين معز الأولياء؟ الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتر؟ وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضو؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلها؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى؟ وابن علي المرتضى؟ وابن خديجة الغرى؟ وابن فاطمة الكبرى؟ بي أبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يابن السعادة المقربين يابن النجباء الأكرمين يابن الهدات المهديين يابن الخيرت المهذبين يابن الغطارفة الأنجبين يابن الأطائب المطهرين يابن الخضارمة المنتجبين يابن القمع قيمة الأكرمين يابن البدور المنيرين يابن السروج المضيئة يابن الشهب الثاقب يابن الأنجم الزاهرة يابن السبل الواضحة يابن الأعلام اللائحة يابن العلوم الكاملة يابن السنن المشهورة يابن المعالم المأثورة يابن المعجزات الموجودة يابن الدلائل المشهودة يابن الصراط المستقيم يابن النبأ العظيم يابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يابن الآيات والبينات يابن الدلائل الظاهرات يابن البراهين الواضحات الباهرات يابن الحجج البالغات يابن النعم السابغات يابن الطهى والمحكمات يابن ياسين والذاريات يابن الطور والعاديات يابن من دنا فتدلا فكان قاب قوسيني أو أدنا دنوا واقتراب من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أوثرى أبرضوا أو غيرها أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيبين لم يخلوا منا بنفسي أنت من نازحين ما نزح عننا بنفسي أنت أمنية شائقين يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى وإلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على الغدى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك متى ترانا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت العرض عدلا وأذقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشعف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغيث يا غياثي المستغيثين فاغيث يا غياثي على أصواتكم فاغيث يا غياثي فاغيث يا غياثي عبيدك المبتلاء وأرهي وأرهي سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكري بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا ومرافقت الشهداء من خلصائك اللهم صلي على محمد وآل محمد وصلي على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البرر وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوام وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق واضحظ به الباطن وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليه والإجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وأهله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لعظم أبعده يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا